كتب اللغة الأوكرانية للأطفال هي الكتب الدراسية الأولى عند الطلاب الأتراك حيث يتعلمون في البداية الكلمات البسيطة وأسماء الألوان والحيوانات والفاكهة والخضروات ثم يستعملونها تدريجياً في جمل أنا أحب المشمش الأصفر أنا لا أحب التفاح الأخضر جيد جداً اللغة ليست صعبة وأنا أبذل قصار جهدي لأتعلمها كان الأمر في البداية صعباً علي وجهت صعوبة في نطقي الكلمات ولكن مع الوقت صرت أتقبل الكلام الأوكراني بشكل أفضل واعتد عليه وصار أسهل الآن تعلم يوليا في كلية العلاقات الدولية منذ سبع سنوات كانوا يدرسون هنا في السابق لغتين أجنبيتين فقط هما الروسية والإنجليزية وأضيف إليهما الآن اللغة الأوكرانية هذا يحدث لأول مرة في تركيا حيث لم تعلم ولا أي جامعة تركية طلاب العلاقات الدولية اللغة الأوكرانية قبل هذا الوقت تتفتح الآن أمام هؤلاء الطلاب فرص كبيرة وسيكونون أول من يتحدث الأوكرانية عملياً هذه الدورات هي بداية لإطارة اهتمام الطلاب من أجل الدراسة في أوكرانيا لا توجد مشاكل مع المسألة الأخيرة حيث زار بعض الطلاب أوكرانيا بالفعل حتى أنهم يرون مستقبلهم فيها حظي تعلم اللغة الأوكرانية باهتمامي بعد أن زرت أوكرانيا فلقد زادت الزيارة من دوافعي ساعدني التواصل مع الأوكرانيين على الإحساس باللغة أوكرانيا دولة نامية وأظن أنها فرصة رائعة لي يمكنني أن أنتقل إليها لكي أتعلم اللغة لدي أصدقاء يدرسون حالياً هناك بعد تخرج أنوي السفر إلى أوكرانيا أريد أن أعيش وأعمل فيها لقد أعجبني بالفعل هذا البلد وتاريخه وشعبه الخير والمدن الجميلة والشعر الأوكراني يدعم عميد الكليات دراسة اللغة والثقافة الأوكرانية حتى أنه انضم بكل شغف إلى الطلاب يقرأوا وصية تراسة شفشنكا ولكن باللغة التركية ألنجا جمم بني مزارمي كزاراك وطنم أوكرانياً إنجم بر أواسندا ترجمة نانسي قنقر